في كتاب الله الكريم بعض حروف بعض كلمات تنطق باختلاف يسير مع بعض القراءات الأخرى وهذا كله ثابت في كتاب الله وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومما يدل لذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو من تعلمون غيرته وحرصه على هذا الدين وأن الله سبحانه وتعالى كان يجري الحق على لسانه وعلى قلبه وقد نزلت آيات عديدة في كتاب الله موافقة لرأيه عمر رضي الله عنه سمع أحد الصحابة وهو هشام بن عروة ابن حكيم سمعه يقرأ في سورة الفرقان بأحرف بأحرف في بعض آياتها تختلف عما سمعه وتلقاه عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السورة فغضب عمر رضي الله تعالى عنه وكان الرجل هشام كان هشام رضي الله تعالى عنه يصلي فهم عمر بأن يأخذه وهو في الصلاة وهو في صلاته لكنه انتظر عليه توقيرا لشأن الصلاة حتى انتهى من صلاته فأمسك بتلابيبه مغضبا وقال كيف تقرأ بهذه القراءة المخالفة لما أقرأني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك به وتله يقوده حتى أوصله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير النحو الذي أقرأتني إياه فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ يا هشام فقرأ هشام رضي الله تعالى عنه حتى انتهى فقال النبي عليه الصلاة والسلام هكذا انزلت ثم قال اقرأ يا عمر فقرأ عمر فقال هكذا انزلت ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر وهذا أيها الإخوة وإن كان من شأن العلماء المختصين في شأن القراءة والتفسير ونحوها إلا أنه لا بأس من أن نذكر شيئا يسيرا يتعلق بتوضيح هذا المعنى المقصود بالسبعة الأحرف اللهجات العربية المشهورة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هناك لهجة قريش ولهجة ثقيف ولهجة هذيل وغيرها من اللهجات في بعض الأحرف ينطقونها باختلاف يسير أصل الكلمة واحدة واحد لكن ربما من ناحية الإمالة أو الإعراب يعني شكل الكلمة أو المد ونحوه فهذا هو وجه الاختلاف وهذا ليس في كل آيات القرآن بل هو في مواضع محدودة والعلماء الذين اهتموا بشأن القراءة وقراءات القرآن تتبعوا نقلها عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه الاختلافات اليسيرة التي لا تؤثر على ثبوت القرآن كلها متلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام بطريق الوحي مراعاة لكل هذه اللهجات العربية لأنها كلها من اللسان العربي المبين وهذا لا يؤثر على ثبوت النص القرآني وقد اجتهد العلماء رحمهم الله في ضبط هذه الأمور وتحريرها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر